هذا وقد قام سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن البورصة يرافقه الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة وعدد من المسؤولين بزيارة إلى البورصة المصرية أيث قام كل من الشيخ خليفة وأسعادة السيد زايد بن راشد الزياني بقرع جرس بدء جلسة التداول في البورصة المصرية لهذا اليوم وقد وقعت بورصة البحرين اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية وذلك لتسهيل عملية القيد المزدوج بين البورصتين بالإضافة إلى التعاون في تدعيم البنية التكنولوجية والمعلوماتية لبورصة البحرين بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات في الحافظة بين الدولتين وبهذه المناسبة قال سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إن التوقيع على مذكرة التفاهم بين البورصتين يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تم التوقيع عليها تتويجا للزيارة الناجحة والمميزة لجلالة الملك المفدى لجمهورية مصر العربية الشقيقة من جهته أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة رئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن هذه الاتفاقية ستعمل بالتأكيد على فتح المجال لخلق العديد من الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين من جانبه صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن الاتفاقية تعد خطوة هامة في سبيل تعميق علاقات البورصة المصرية بالبورصات العربية وخاصة فيما يتعلق بالقيد المزدوجة حيث تركز البورصة المصرية على جذب شركات إقليمية للقيد في السوق المحلي بهدف تعميق السوق والتأكيد على ريادة السوق المصري كسوق رائد في المنطقة